اوه هلو والله في الشباب كيف حالكم شعركم بألف خير ورجعتكم انشاشكم بمقطع جديد في هذا المقطع يا شباب راح نشوف كيف نحصل على هذا التاج اللي هسا شفتونا خطونه هو تاج النصر او كيف نقدر نحصل على رقصة التاج اللي هي بعد ما تأخذ التوب وان نحكي ويكون معك هذا التاج هسا كيف طريقتين سهلات وانشار راح تحصلوهن بسهولة بس قبل ذات المقطع يا شباب لا تزعمونا واشهر صلوا على النبي بدلا تزعمونا من خالضات على زر الاشتراك لكن المقطع وفعل الجرس كمان لا تنسوا استخدموا قد يتم شو بشيش الظهر امامكم ونبلش على طول وهسا يا شباب عشان تقدر تحصل على هذا التاج فين اقترقتين طريقة الاولى اللي هي انه خلال هذا الجيم اذا لقيت حدا معا هذا التاج وقتلته تقدر تحصل على هذا التاج بسهولة بس كون عليك انك تقتله وتاخد منه التاج هاي الطريقة الاولى الطريقة الثانية اللي هي انك مثلا تكون في جيم سولو نحكي ويجيب التوب فور هس بس بس لحد توب فور يعني اكثر من توب فور ما بتقدر لازم تجيب توب فور يعني يا الاول يا الثاني يا الثالث يا الرابع عشان تقدر تحصل على هذا التاج كيف تحصل على التاج مثلا مثال انت مثلا تموتها التوب بس تموت تفوت جيم ثاني بس تفوت الجيم الثاني على طول بعده سولو راح يكون معك هذا التاج فانت اذا فزت قصدي خلال هذا الجيم اذا فزت فيه خلال هذا الجيم. وانت معاك هذا التاج راح تقدر انك تاخذ رقصة رقصة تاعت الفوز. هسا راح تشوفوها راح تشوفوها كيف راح اخذها. وهسا كمان زي ما حكيت لك واذا كمان اخذته خلال الجيم وانت بس اخذته مثلا كمان انك فوزت كمان راح تحصل على هذا الرقصة مثل مثل ما انا عملت هسا. بس كل اللي عليك انك اذا كنت سولو لازم تكون باول اربعة. واذا كنت ببدو لازم تكون اول فريقين. وكأنه بالسكواد كمان اول فريقين. هني بكونوا معهم فقط التاجين. اللي هو التاج. هسا انا بس عشان بعض مفوزة طرح راح يعطوني هسا. طرح كيف? بصير معي. هاي بعطوني هاي اوش انتصار ملكي. وبيزدوني كمية ال اكس بي. ورا يعطوني هاي الرقصة. وهي انجاز التتويج. هاي ما بتقدر تشغلها الا بس تيجي تفوز هاي الرقصة. واخذنا معك مضلية الفوز. بس شباب شو الطريقة مسهلها? بس اني هذوي الطريقتين انك تحصل فيها هاي الرقصة. وتحصل كمان رئيس سبعة بس تيجي تفوز. اوكي? اوكي. وهيك شباب وكل خلصنا هذا التحدي اليوم او هذا المقطع اليوم. لا زعمونا مكان الضغطة ازال اشتراك. لك المقطع فعل الجرس. خلاشوفكم فيديو مقطع جديد. مع السلامة. بيس.